يعد قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية منبرا علميا وثقافيا الأمر الذي ينظر وجوده في كل أنحاء العالم يضم القسم 61 مجموعة خاصة بها أكثر من 160 ألف كتاب فضلا عن 65 ألف عدد من دوريات مختلفة وأربعة ألاف ومئة خريطة بعدة لغات صرح مصري يقف شهدا على مجد فكري تنوري ضاربا في عمق التاريخ وبناء تعرض في الأزمنة الصحيقة للتدمير حتى أعيد بنائه في عام 2002 إنه مكتبة الأسكندرية العريقة والتي تضم بين جنباتها جواهر الكتب وأمهاتها ووصائق شديدة الأهمية لا سيما في قسم الكتب النادرة والمجموعات الخاصة ويضم القسم مجموعة من الكتب النادرة والمخطوطات وأوائل المطبوعات كذلك المجموعات الخاصة المهدى من الشخصيات العامة من مفكرين وعلماء وفنانين إلى جانب أقدم الكتب المطبوعة وهو ديوان قصائد للشاعر الهجائي اللاتيني مارتي ليس والذي طبع في بينيسيا في عام 1482 كذلك يحتوي القسم على مجموعة من أوائل المطبوعات العربية التي طبعت في أوائل القرن التاسع عشر في مطبعة بولاق المصرية هنا في القسم عندنا أقدم الكتب الموجودة في المكتبة سواء في العلوم الطبيعية أو الإنسانية الأديان والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والأداب والعلوم الطبيعية من فيزياء وطبيعة وكيميا وما إلى ذلك المجموعة ده هي تكون لها مهدية للمكتبة من شخصيات مختلفة من الأفراد أو مؤسسات لما تكون المجموعة عددها كبير وأهم حاجة لما يكون الشخصية المهدية نفسها من الأعلام والمشاهير بندها اسم مجموعة خاصة ونحتفظ بها على بعضها في مكان واحد هنا في القسم وابتبقى الشخصيات ده هي تليها أهمية في المجتمع بإسهمتها سواء في العلم أو الأدب أو الفنون كما يضم قسم الكتب النادرة والمخطوطات إحدى وستين مجموعة خاصة بها أكثر من مائة وستين ألف كتاب وخمسة وستين ألف عدد من دوريات مختلفة وأربعة ألاف ومئة خريطة ذلك بعدة لغات وهذه المجموعات بعضها يخص شخصيات عمى مثل الرئيس الراحل أنور السادات وسلطان عمان قابوس بن سعيد والدكتور أحمد زويل والأدب العالمي نجيب محفوظ والبعض الآخر أدية للمكتبة من مؤسسات وهيئات مختلفة جئت النهاردة للمكتبة الكتب الندرة وفي موجود هنا الدكتور أحمد زويل ونجيب محفوظ في كتب جميلة ونستفاد منها كلنا يعني أي حد بنصح الطلبة أي حد يدخل هنا يستفاد أكيد من الدكتور رزي أحمد زويل ودى الأستاذ النجيب محفوظ ويعني أي حد يدخل لازم يستفاد من هنا فيستغل الكلام ده وجود كتب ندرة ويستفاد منه أنا حريص النجي المكتبة هنا عشان نستفيد من المعلومات القيمة والمفيدة هنا وأرى الكتب المميزة والندرة هنا الدكتور فارو الباز وإحمد زويل ودور خياط وبطرز جالي وبس أنا أبسوط هنا والمكان هادي وجميل وأحسن مكان ممكن تقرأ فيه في اسكندرية كما يقدم القسم خدمات معلوماتية وبحثية قيمة مثل الخدمة البحثية لطلبة وأثاتذة الجامعات المصرية والعربية والأجنبية ويتيح لهم الاطلاع على الكتب النادرة والمجموعات الخاصة والخرائط والدوريات حيث يستقبل القسم أكثر من ألف باحث سنويا من مصر والخارج وهو ما يجعل مكتبة الأسكندرية منارة علمية وثقافية نادر وجودها في كل أنحاء العالم منارة علمية وثقافية